استنى المتابعين شوي. مساء الخير. مساء الخير. من الصوت يكون واضح. سأتحدث عن أبرز ما جاء بخطاب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قبل شوي. بخصوص أزمة فيروس كورونا. لم يكن أعلن أخبار. لكن كان خطاب موجه بشكل عام للشعب السويدي. قال من خلاله أن السويد تواجه انتشار عام للعدوى فيروس كورونا في البلد. طلب رئيس الوزراء من كل شخص أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة. وكل أشخاص أو كل المواطنين بالسويد يتبعوا تعليمات الجهات المختصة. سواء الحكومة أو هيئة الصحة العامة. وقال أن حكومته مستعدة لتحمل المسؤولية. وكل بيت وكل شخص هو مسؤول لمواجهة هذه الأزمة. وطبعا هناك كثير قرارات ممكن الحكومة تتخذها في الأيام القادمة. هي قرارات صعبة ممكن تأثر على الحياة بشكل عام بالسويد. وطبعا وجه تحية لكل العاملين بالقطاع الصحي بشكل خاص. وقطاع المدارس. لأنه طبعا هنا عندهم مهمات صعبة وجهود جبارة خلال الفترة الحالية الماضية. نشوفي كمان. فطبعا كل شخص لازم يتحمل مسؤولياته. اذا كان اي شخص عنده يعني وله جزء بسيط من اعراض اي مرض. فلازم يضل بالبيت وما يغامر ويروح على شغله. اذا كان عنده اي مرض حتى ما ينقل العدوة لشخص تاني. طبعا مثل ما حكيت ما في اي قرارات وكان بس خطاب عام يعني. حاليا ما في اي قرارات جديدة بالنسبة للحكومة السويدية. طبعا حالات الاصابة بفيروس كورونا قاربة الالفين مع مساء اليوم. عدد الاشخاص اللي توفوا حوالي 23 شخص معزمون بستوكول. وحتى الاصابات تقريبا 40 بالمية هي بمنطقة ستوكول. الحالات اللي يتم شفاءها طبعا غير معلنة او غير واضحة بصراحة لكن هي ممكن تقريبا 16-20. والحالات الخطرة او اللي هني بالاناية المركزة تقريبا 75. طبعا معظم او حالات الوفاة معظم اي حالات كبار في السن. لكن ما زالك احنا ما لازم نستهين. طبعا هني كبار السن هني اجزاء من اجزاء منا واجزاء من المجتمع. هني اقاربنا ممكن تكون والدتك عمك. فهني اجي اكيد اشخاص مهمين بالمجتمع بغض نظر. نحن شو عمرنا نحن شباب ولا اطفال. وهذا الشيء ممكن يؤثر ممكن تكون كتير خطر على الجميع. فالذلك لازم جميع كل واحد يتحمل مسؤوليته. وعدم التجمع كتير بالاماكن العامة. طبعا الحد الان ما في حظر تجول. حظر تجول او في حظر تجمع صار اليوم بالمانيا. ما بيصير بالمانيا الحكومة اتخذ القرار لمدة اسبوعين. ما بيصير تجمع اكتر من شخصين بالاماكن العامة. واللي بيخالف هذا القرار فهو احترض لها غرام كتير كبير. كبير ما شفنا على الضجة اللي عملها خبر الحجز الصحي للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل. طبعا هي ما انصابت ما في تأكيد حول اصابتها. لكن هي قصة انه احد الاشخاص او احد الاطباء اللي عاينها قبل اسبوع اكتشف باخر انه مصاب بالكورونا. فكل الاشخاص اللي قابلهم وكشف عليهم هذا الطبيب رح يتم الحجز الصحي عليهم ولكشف عليهم. وكان من ضمنهم انجيلا ميركل. طبعا اغلاق المدارس حد الان ما في اي قرار باغلاق المدارس الابتدائي والمتوسطة. فالمدارس عم تداوم بشكل طبيعي وانا بحكم عملي بالمدرسة. المدارس رح تداوم بكرا. مع ان مع العلم انه المدارس بشكل عام هي بدأت استعد من الاسبوع الماضي. في اجراءات نحن بالمدارس عم نتخذها للاستعداد للاغلاق بأي لحظة بحال قررت الحكومة هذا الشيء. طبعا حد الان ما هلت ما في قرار رسمي. القرار حد الان بيشمل التعليم العالي او المدارس الثانوية. وصار فيها بدلا من الدوام صار في تعليم عن بعد. اذا حد عنده اسئلة. طبعا انا برأي عدم اغلاق المدارس هو قرار نوعا ما صحيح لحد الان. لان اول شيء مصر في اي حالة عضوة بالمدارس بين طلاب المدارس. طبعا حكومة كانت اعلنت سابقا انه قرار اغلاق المدرسة بيرجع لمدير كل مدرسة. يعني كل مدير مدرسة هو عنده صلاحية انه يسكر المدرسة. بالتالي لحد الان بما انه ما صار في اي اصابات بالمدارس انا برأي انه قرار نوعا ما اقرب للصواب انه عدم اغلاق المدارس. كون اغلاق المدارس يعني راح يشل الحياة بشكل بنسبة سبعين اثمانين بالمئة بالسويد. يعني كل شخص عامل او موظف اذا عنده طفل بالمدرسة فرح يتطر يقعب بالبيت يترك شغله حتى لو كان هو مانه مريض. بالتالي الحياة كتير راح تتأثر وكتير من من معاملاتنا راح تتأثر راح تتوقف. يعني حتى الاشخاص مثلا اللي عنده شغل بالسكات بمكتب العمل بالهجرة باي شركات يعني راح تتوقف الحياة بشكل عام اذا وقفت المدارس. طبعا الحكومة بشكل انجازي نفسها لاغلاق المدارس. مثل ما عرفته الاسبوع الماضي او اليوم الخميس الخميس او الجمعة البرلمان اقر قانون بيمنح المدرسي الصلاحي بيمنح الحكومة بيصلاحي باغلاق المدارس. طبعا المدارس ما دخلنا اوضح فكرة بس. المدارس ما راح تأغلق بشكل نهائي حتى لو الحكومة قررت انه المدارس يتم اغلاقة ما راح تأغلق بشكل نهائي. يعني انا مثلا كموظف في مدرسي فما راح توقف عن العمل. العمل مستمر لانه في كتير من الوظائف. والطلاب ابناء فئات معينة من الوظائف راح يضلوا يداموا بالمدارس مثل ابناء الموظفين القطاع الصحي والبوليس وقطاع المواصلات والوظائف الحيوية بالبلد. فابناء هم راح يضلوا يكملوا دومهم بالمدرسي باستثناء يعني طبعا لصمح الله اللي عنده مرض او شيء. فمن درجة منحكي انه خطاب لوفين ما كان في اي شيء جديد ما في اخبار جديدة يعني لكن هو كان تحضير نفسه للشعب السويدي بحيث انه يكون مستعد للقرارات ممكن تتخذها الحكومة بحسب تطويرها. تطورات انتشار الفيروس. ماريا عندك فكرة الحال الايامة بيضل. للأسف الحال مستمر يعني تتلزفيدر حتى يتم السيطرة على انتشار العدوى طالما في زيادة اعداد مصابين فالحال راح يضل مستمر. شكرا لحضر داك خي مراد انت انسان معلوماتك مساعدتك للناس ما لاحظون انت انسان كريم شكرا اخي علي ان شاء الله اكونوا تحصون ظنكم. مالحقت البس من اوله يرهف. انا حكيت بشكل مختصر عن الخطاب اللي حكاه له فيه قبل شوي. فهو ما فيه حكيت انه ما فيه معلومات جديدة. يعني ما فيه قرارات جديدة اعلن عنها بقدر ما هو خطاب عام للشاب. بحاجة انه كل شخص يتحمل مسؤولياته اذا ما فيه مثلا مشوار اذا مشوارك لمدينة تاني مثلا ما انه ضروري فحاول تأجره مدروح. كتير مهم نحن نتبع التعليمات الصحية غسل اليدين مثلا بعد كل مشوار بعد كل اي شيء. لانه العدو انتما بتعرفوا انا طبعا ما انا طبيب بس يعني كلنا عادنا صار لنا معلومات عن هذا الفيروس وطريقة انتشاره. الخطورة مو بالاصابة بقدمها هي الخطورة هي نقل العدوي الاشخاص متما بقولوا باللغة السويدية. الاشخاص اللي هني او المجموعة اللي ممكن نكون الفيروس خطر عليها مثل كبار السن. الله يزديك خير كل خير تاز مرات فاطمة. صحة وعافية شكرا علي. الف شكر مع طمنياتنا الجميع بالسلامة. عفو اخ محمد الجواد. ابو احمد كل شك لك ساز مرات. عفو هذا واجبة يعني نحنا كل ياتنا لازم نتحمل مسؤولية. انا بحاول قدر الامكان رغم انشغالي يعني بالعمل. انا بدوم بدوم كامل لكن بحاول قدر الامكان انه وافكم بآخر المستجدات. لان هذا الموضوع بيهمنا كلنا. يعني نحنا جزء من هذا المجتمع بالتالي كمان نحنا لازم نتحمل مسؤولياتنا. الله عطيك العافية محترم شكرا اخي اماد. يمان انا كتير اشتقت لك احلى يمان احلى مرات يعطيك العافية. شكرا كتير يمان الله عافية رب وان شاء الله لازم نسمع صوتك عن قريب. محمد سرور الله يجزيك الخير شكرا محمد. شو مطلب من نقدر مساعدة شكرا شو مطالب من نقدر مساعدة. اخي ما جيدا لما فهمت سؤالك مضبوط لكن المطلوب من نحن نقدر مساعدة انه تابع كل التعليمات اللي تحكيها الحكومي او الهيئات المختصة. اخصان قطاع الهيئة العامة للصحة الفولكهوس فولكهوس فولكهالسو من قهتن. راي الغالة ربي يسعدك ويكتب اجرك شكرا اخي محمد سيتسواه شكرا لكم جميعا تحياتي انا كتير باعتز بكلامكم طيب. هذا اول بس مباشر الى الصفحة بحاول كتير انه كان زمان حاول كتير ان نعمل بس مباشر لكن الاسف كان ظروف ما كانت تسمح والوقت ما كان يسمح. الله يصدق ووفق اعطيك الف عافزة عز مرات شكرا ابو ابراهيم تحيات اليك. شو كمان في ممكن نحكي عليه. اذا عندكم اي سيلي انا عندي شوية وقت ممكن نتناقش فيها. اخي عماد مكاوي تحياتي اخلاك تحياتي اليك عماد. اخي مراد هالوارد تصير دراستي تذايبو دستانس. الاحتمال ضئيل كونه احتمال ممكن لان احنا مثلا بالمدرسة كانت الاجراءات او ضمن استعداداتنا لاغلاق المدرسة كنا صورنا جزء من الكتب وكانت في عنا خطة انه يعني نبعث الكتب والوظائف للطلاب على بيوتهم خلال ممكن الاهالي يعني هالي الطلاب هما ياخدوا الهما يكونوا الوسيط يعني بينه وبين الطلاب. بالتالي الدراسة ما بظن توقف حتى لو تسكرت المدارس يعني السويديين اني شعب عملة يعني ما في عندهم شي بوقف يعني فالدراسة راح تستكمل بغض نظر انه تسكرت مدارس او لا. راح اضل في وظايف والحضل في تواصل بين المدرسة والطلاب خلال طول فترة الاغلاق. شو حكم جديد. سعاد حموش شكرا لك شخص ازابي متلك. لكل شخص اجابي متلك ستاس شكرا لك اخت سعاد. شعلا اكون قرأت اسمك صح. سليمة. باقتصار شو حكم جديد. متل ما قلت ما في شي جديد لكن هو كان خطاب عام للشعب السويدي. وتخضيره نوع ما نفسيا لاجراءات ممكن تكون اصعب من الحكومة. متل حظر التجوء. ما بظل انه يكون ما بعرف كيف شو الاجراءات الممكن تصير. لكن متل ما قلت يعني اغلاق المدارس صعب حاليا. السؤال خرج موضوع الكورونا هل ممكن. وضعها للغاية. طبعا اخي محمد تفضل انا ها اه. جاهز له اي سؤال. ها انجد اغطيك الف عافية معناتك. كثيرا نصفي بينهم شكرا اختي ماريا. ليار أجه مثلا نور سعيد ممكن نطلق مبادرة لمساعدة الشعب السويدي كرجالي السوري في السويب خلال تفعيل المجتمع المدني في السويدي طبعا في كتير من المبادرات اللي صارت أنا شفتها على الفيسبوك هي مثلا مساعدة الجرام بالتسوق كتير أمور يعني في كتير مبادرات موجودة أخ سعيد شكرا لك أخي أنا ما بستاهلت كلها لأدبس إن شاء لكم نتحصن الظن السكات خصهمني من زوجتي ضريبة التلفزيون أنه إحنا معا فأصبحت أخذينها مرتين أخي محمد أنا على ما أذكر هذا القرار طلب من الحكومي على ما أذكر بأوائل 2019 كان القرار أنه في ضريبة للتلفزيون على كل شخص سواء أنا عنده تلفزيون أو لا فهني كان ضريبة ما بعرف الأمور إذا كانت العائلة مع بعض لكن الضريبة كانت تذكر على كل شخص فأنت إمكانك تسأل ترجع تراجع للسكات وتسألهم عن هذا الشيء تستفسر أنا والله شفت هذا السؤال ونسيت أراجعه يعني أو أشوفه بكل أحوال حاب أحكي معلومي أو شيء يعني أنا مثل زمان حاب أحكي دائما إذا عندك أي سؤال بخص الهجرة أو للسكات أو مكتب العمل السؤال منه غلط منه جريمي حتى لو أنت مثلا بدك تعمل شيء غلط فهون الواحد ما بيحاسب على نيتو يعني مثلا واحد رجوع سياسي وبدو يزور بلده الأصلي فراح سأل هني مرح يجوى يأخذوه أنت تعا أنت بك تروح تزور بلدك رح نأخذ منك إقامي لا بقولوا لك أنت بتقول لهم أنا بدي زور بلد الأصلي وهي إقامتي كذا كذا فبقول لك لا ما بيصير فأنت خلاص ما بتسافر وخلاص أنت أخذت المعلومة فهني مرح يخالفوك أو يسجنوك يعاقبوك إذا أنت سألت السؤال السؤال ما عليك شريمي بغض النظر إذا كان السؤال فيه مخالفة أو لا فأنتو دائما إذا عندكم قضية يعني صعبة أو شي بتروح على الهجرة أو المصلح العاكمي اللي يقلكم شغل فيها سواء نسكات أو مكتب عمل أو هجرة أو كلون فوق دين أو أي شيء فكون شغلكم معهم مباشرة أنهني دائما عندهم مكاتب اختصاصهم أنه يعالجوا قضاياكم يعني يعني الهجرة عندها مراكز اللي هي فيها الريسيبخون الاستقبال حتى تعالج قضاياكم وتجاوب على أسئلتكم هي موظف ناس مختصة يعني لهيك حالات فمو غلط أنه تسألوهم يعني إذا كانت الأمر شوي معقد وما مر عليكم يعني نجا نكمل بالأسئلة بارك الله فيك أحلى مرات حزينها مشرف لقوة مشرف كامل الجابعة تحياتي أخي عماد وأنا بتشرف بمعرفتك وسلام خاص للحجي الوالد والوالدي كمان الله يسكرون بالخير كان مفروض نسألوا ليش ما فيه إجراءات افترازية مثل تعقيم محطات والقطارات والبصات والمولاد هذا التقصير لا تحسب عقباه هذا الشيء الإجراء أعتقد نوعا ما صعب بالسويد ما هو بالأساس على مثلا القطارات أو بتتنظف على فكرة يعني من قبل حتى قبل هذه الأزمة القطارات تقريبا بشكل يومي بيتم تنظيفها بالسويد هذا بشيء بجوز ما عندك معلوم عنه لكن يعني السويد بلد مثل السويد بدون عمال نظافة كتير رح يكون وضع سيء يعني إذا بتلاحظ الصحات العامة بالمدول الكبرى من خلال أيام السبت والأحد بيكون هو في عطل للعمال نظافة بتلاقيها كتير يعني متوسطة بشكل يعني غير منطقة بتستغرب أنه بلد مثل السويد فيها مثلا مناطق غير نظيفة طبعا هذا السبب بيكون أنه سبت الأحد بيكون في غياب لعمال نظافة فبصير هذه الفوضى نعم ما وطبعا هذا إذا كان بدون يعمله أكسترا يعني شيء مضاعف بالنسبة للتعقيم وللقصص هاي فرح نبر شوي صعب بالسويد لأنه بلد مساحته كبير يعني إذا كان الولدين بدون عمل ويجلسون في البيت هل يستطيعون إبقاء الأطفال في المنزل طبعا حاليا إذا الأطفال بالمدرسة وما عليهم أي عوارض مرض فالأفضل أنه يدعموا بالمدرسة كونه مدرستهم فاطحة يعني مثل زملائهم أما في حال عندهم أعراض مرض فالأفضل يبقوا بالبيت ولو حتى شوي أعراض مرض بسيط لازم شخص يبقوا بالبيت كجزء من تحمل مسؤولي حتى يعني حتى الأفضل أنه يظل يومين إضافيات بالبيت لأنني صار معي رشح أو زكام أو شيء بسيط فالأفضل تضل بالبيت وحتى أتعاف يومين وأنا معافة ما علي شيء وما مجرد أنه أنا شفيت اليوم أذهب بك على الشغل لا لازم يومين إضافيات احتياطا بالبيت حتى يكون معافة بشكل كامل محمد يونس الله بارك تأسان رائعا محترم شكرا أخي محمد بحتز بشاهدتك أستاذ شخص رامي شخص جاء لمشمل ولسبب ما غلط لما جدت إقامة وطلب حماية واخد 13 سؤال هل ممكن أنه تجديد رجعت لطلب سم لسوجته وكيف تصير لو سمعت شرح لشكرا لك شخص جاء لمشمل هلأ كان تقديم التجديد في خيارات سبب التمديد أنه عايش مع شخص مستقر في السويد سواء معه إقامة دائمة أو جنسية لما تختار هذا الخيار وبتكمل المعلومات وإن شاء الله هالمرة بتاخد إقامة دائمة أنا صراحة ما أنا كتير متعود باستغرب لما الناس بتقول إستاذ معانا أنا فعلا إستاذ يعني مهنة الأساسية هي مدرس خلانا يعني اقترم الفرصة وأعرف كم عن نفسي أنا وصلت على السويد في 2014 خريج أدب إنجليزي اشتغلت فترة بالصحافة كمحرر صحفي متدرب يعني معنى محترف بأحد المواقع العربية الناطقة بالعربية هم بالسويد حوالي سنة سنة وشوي وحاليا بشتغل كم مدرس مساعد بأحد مدرس بستوكول وكمان هون معكم على الصفحة دائما متواصل فأنا كتير مبسوط بتفاعلكم و بشارك نحو بتفاعلكم وبعتبركم يعني عائل كالصغيرة يعني بعتبر مسؤولية كمان بنفس الوقت إنه يكون في متابعين كتير يعني حتى لو في خمسمائة شخص عم تابعني فأنا مبسوط فيهم بعتبرهم مثل عائلتي متشكلوا ما ظل في أسئلة في أسئلة ثواني فيريال لو وفقك لهذه معلومات مساعدة شكرا من أختي فيريال الدم حموي ولا الوضو صعب إيه والله يا أبو أيماد اللي ما أذكر الله يفرج آمين أستاذ إذا واحد ما نبعت أولاده على مدرسة وخايف عليهم هل بيأثر علي أبو راميس هل أنه أولاد أعراض أو رشح أو زكام أو شيء فهي يضع له بالبيت يعني إذا الحج موجودة حاليا ما أظن أنه مشكلة أولاده تقريبا من الفصل الثاني ما في تسكير محلات فيصل خالي المشكور لعفو ما سمت عن تسكير محلات غلاق محلات لا ما في إيك شي أبو أمين جزاك الله وإياك حسن صراحة تحياتي حسن حياك الله ساء النور يا ساد مساك للي إجه هلأ من جديد السلام عليكم أنا هلأ جيت وما لحظة تشوف كلمة ليس وزراء وممكن تعطينا ملخص سريع إذا سماحت شكرا جزيلا على جهودك أنا حكيت هلأ ما بلحها يرجع يشوف البسم أول رح نرح خليه رح تفز فيه أنا وممكن نحطه على قناة على اليوتيوب الملخص بشكل عام كان هو خطاب للشعب ما في أي قرارات أو أخبار جديدة كان بس خطاب للشعب أنه الشعب لازم يتجهز ده ممكن قراراتكم سيئة وأخبار سيئة وحتى في كلمة لفتة انتباهي كمان بكلمة لوفين هي قريبة من الكلمة اللي حكاها رئيس وزراء البريطاني على ما أذكر جونسون أنه استعدتوا لفراقي أقاربكم هو لوفين حكا كلمة مشابهة بخطابه في ناس كتير ممكن نفقدها بالفترة القادمة حين السويد بتعانم أو بتواجه انتشار عام للعدوى أو كان بس يعني أحضر الشعب أنه الفترة القادمة رح تكون عصيبة شوي وكل شخص لازم يتحمل مسؤولياته سواء كجهات حكومية أو نحنا كأفراد من خلال اتزامنا بالتعليمات مثلا عدم زيارة المشافي عدم زيارة الكبار السن بكافي أنه تتصل فيهم بالتليفون تطمن عليهم في داعي تزورهم وتصافحهم وكذا ممكن لا سمح الله أنت يكون عندك بداية الفيروس وما تكون حاسة لنفسك وبعدين تنقل الفيروس لهم وتصير خطرة لحياتهم وبالتالي هذا كان ملخص خطاب لوفين تفسار أنا عن جذئ دقانتي وخلصت ولهلأ ما طلع قراره خطير خافي هالشي في احتمال لعطوه دائمي على أول تجديد ولا تمديد بالنسبة للموضوع التمديد اللي قام وقت حاليا ما في أي كلام عنه يعني ما في أي كلام طبعا مثل ما حكيت إذا شفت الفيديو اللي ذشرت وآخر شي أنا من حوالي يومين عن المعلومات اللي عطتها الهجرة أنه الهجرة حاليا عم تشتغل كالمعتاد يعني لحد الآن أزمة الفيروس ما أسر العمل الهجرة بالشكل طفيف يعني من خلال مثلا إذا كان موظف مريض أو أولاد مريضين يضطر يعطل لكن بالشكل عام الهجرة لسه أبواب مفتوحة ولسه عم تطالع قرارات وعم تشتغل لكن بالنسبة للتجديد أو ممكن يمنحه إقامة دائمة بالتمديد اللي بعد حاليا لا لكن كاف مقترحات نحكع عنها بالفترة السابقة وبالشهر الماضي من خلال مناقشات بالبرلمان واللجنة المختصة بدراسة قانون الهجرة الجديد اللي رح تصدر تقرير على ما أذكر بشهر 8 بشهر أغسطس كان من ضمن المقترحات أنه الإقامة الدائمة تمنح أوتوماتيكيا بعد التجديد الثالث يعني شخص بسرع أجه أخذ إقامة موقعة 13 سهر أو 3 سنين وبعدين يمددونه مرة ثانية سنتين أو 3 حسب قضيته والتمديد الثالث بيأخذ الإقامة الدائمة هذه من ضمن المقترحات لكن حد الآن شامت يفسر كلام غلط هذا كلام مجرد مجرد مقترحات يتم دراستها ما في أي قرار رسمي بهذا الشيء طبعا لازم يكون قبل ممكن يعني بنهاية العام لازم تكون أمور واضحة أكثر إلا يصار شيء طارق بالبلد بسبب أزمة الفيروس هل أخذ الجنسي لازم يسلم منه القديم السكات أعتقد لازم يسلم حتى إذا ما سلم ها ما أظن فيها مسؤولية قانونية إذا الولد صف 9 بيأثر الغياب الغياب سيأثر على دراس الولد بشكل عام سيأثر لأنه يغيب يخسر دروس ويخسر معلومات لما يأخذها بالمدرسة فهو ممكن تعليم ويتأخر فبالتالي من الأفضل كما حكيت طالما ما في أي مرض لا سمح الله طالما الطفل بصحة جيدة ما في عليه شي هو دائما نخلل تواصلكم مع المدرسة مع مدرس الطفل بشكل مباشر يحس أنه يدعم الطلاب طبعا هلأ الحجة موجودة بحجة المرض أي شخص يمكن يقول الولد مريض أو عنده زكام أو عم يعتص فخلاص يحد المدرس لا تشدد على الدوام بشكل كبير بغض نظر هو صف أول أو تاسع أو أي صف هو قرارات جديدة أو حكي عن إقامات دائمة مثل ما حكيت أخي مهند قبل شوي حكيت عن الموضوع كمان الإقامات مثل هلأ حكيت بخصوص الإقامات الموقتي حاليا ما في أي شيء جديد يعني لسه ماشينا على نفس السيستيم يمدد إقامات موقتي إلا إذا شخص حقق الشروط لأنه عمل تزيد عن السنتين أو متزوج من شخص سويدي أو مقيم إقامة دائمة للمدة طويلة غير هيك كله يمدد موقتي حاليا بانتظار قرارات البرلمان بالصيف القادم أحمد حب أو هبة شكرا كثير لحفو أخي أحمد حاتم الله ينور إيامك يا رب شكرا هذا إن شاء سأحاول أن أضع بقناة اليوتيوب ونضع هذه الصفحة ممكن إذا نحزف لسبب ما فأنا سأكون موجود على اليوتيوب سأحاول أنشره على اليوتيوب لا أعرف إذا سيتحمل أنه طويل سأكون شوي طبعاً نحن لازم نحن 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 لكن نأخذ احتياطاتنا الوقائية من من هذا الفيروس الله يعني يحميكم جميعاً وديم عليكم الصحة والعافية مبشار نير يوسف قدمت على الجنسية وبعد 6 أشهر قدمت طلب استعجال بعد 6 أشهر وإجاني رفض بعد 6 أشهر وقدمت لمحكمة استئناف بعد 6 أشهر إجاني محكمة أنه طلب من هجرة البت في القضية وهذا من شهر ومن كم يوم لحد شاروا كم يوم لحد الآن لا يوجد رد هلأ قم يرسال إيميل لهجرة وما في دعا وشكراً طبعاً فيك كما حكيت أنا قبل شوي السؤال مغلط دائماً تواصلوا مع الهجرة وسألوهم ما تتركوا الموضوع نعم لكن بنفس الوقت ما كثير يعني مو كل يوم يعني مثلاً واحد يبعط إيميل للهجرة بحيث نحن لازم نتساعد يعني إذا طلب ما في داعي له ما في داعي نروح للهجرة لأنه هذا الشيء يعني الإتصارات الكثيرة أو الإيميلات الكثيرة رح يعطي الهندلغير يعني شغله يعني ممكن الهندلغير بدل ما يشوف الإيميلات بعشد داعي مثلاً ويكمل شغله بدراسة القضايا ويعطي قرارات أكثر ممكن من كترة الرسائل ياخد وقت أطول وبالتالي رح يصير عنده قرارات أقل فمو غلط أنه الواحد يتواصل مع الهجرة بشكل يعني روتيني يعني مثلاً كل أسبوعين أنا بحط يعني كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الواحد يبعط إيميل يرجع يذكر الهجرة بموضوعه أو بقضيته أو يصل عن آخر التطورات المتعلقة بالقضية فهذا الشيء مغلط لكن غلط أنه الشخص كل يوم يتصل أو كل يوم يبعط إيميله وبالتالي هذا رح ياخد من وقت الموظف اللي عمشتغل بالإجراء أو الهندليجاري وبالتالي رح يكون القرارات اللي بتاخذ هذا الموظف أقل كون هو عم نشغل بالرد على الإتصالات وعلى الإيميلات هل يمكن بعد تجديد الثالث أعطاء دائمة هل وجد قانون في ذلك لا أخ حاتم لحد الآن ما في لحد الآن ما في عم يتحكي هذا مقترح لكن هذا الآن ما فيه كلام رسمي مشان يعني بعد شوية ما تطلعوا بالمجموعات وتقولوا والله مراد حكي أنه رح يعطوا إقامات دائمة لا لحد الآن هذا الكلام غير رسمي إطلاقا لكنه مجرد مقترح ويتم دراسته يعني وممكن هذا ما نعرف إذا التطورات رح سببها انتشار فيروس كورونا رح يكون سلبي أو إيجابة يعني على الناس اللي عندهم مقامات مؤقتة لأنه للأسف يعني هذا الفيروس مؤثر رح يكون التأثيرات السلبية فالدولة وبشكل عام السويدة أو أوروبا نصاني شخص عم ببادل على الخاص فانسيت أنا شو الفكرة يعني الاقتصاد بشكل عام اقتصاد السويد والدول الأوروبية تأثر بشكل كبير بالفترة الأخيرة بهذا الفيروس من شركات الطيران للبورصة لكتير شركات تأثرت حتى شركة فولفو وقفت مصانعها وعندها خطة تسريح الكبير من الموظفين الأزف إيمان فوز شوف طرق نصل للسويد من البقمان بصراحة ما بعرف هذا شيء أنا مو من اقتصاص اعتزر اتمنى انه توصلوا بسلامة سواء للسويد أو البلد بكوميا لكن الوضع شوي صعب يعني قصة هلأ ما في رحلات طيران أو رحلات طيران تكاد تكون معدومة يعني معظم موحدة الدول الأربية مغلقة بشكل كبير مغلقة 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 بتحكي تحكي كتير وشعني ليك يعطو شدة ومشعني ما بص مباشرة كتير ما عندك كتير كلمة شعار بالكلب الحياة رحكي لكم قصة بما انتم موجودين هلأ كنت مكتح بمواضيع التعبير كثير باللغة العربية خاصة بالبسانوي فكنت اكتب موضوع قصير يعني حوالي عشرة أسطر فات ودرست العربية تسألني انه كثير موضوع قصير فانا اقلها انش عارب الحياة من خرو الكلام ما قل او ادل اختي امامة تقديم عن طريق الهجرة للأسف لا صعب كتير تقديم عن طريق الهجرة الا اذا كان لم شمل او زواج او واقد عمل يعني وكل قديم هاي القضايا لا تطهل بها ا�ә، الا شروطها يعني وتفاصيلها الكثير امين يا رب اخي حاتم الله يفرج الجميع يا عرب شكرا اخبا الله ينور ايامك كال испارسة جياز خاص تقدم عن قبلد 6 شهر وامامة cara انت صح يقدم قبل الوقت تاريخ第一حworld البلد والله هذا الشيء نسبة في ناس قدمت قبل تاريخ استحواقها للجنسية ولما كملت المدة أخذت الجنسية وفي ناس قدمت كمان قبل بوقت وأجاهم رفض فهذا الشيء بيرجع لك يعني هذا الشيء برجع للقرار لكل شخص الأفضل أنه الشخص يكمل المدة لأنه تقديم قبل بوقت ما رح يسرع قرارك يعني لأنه هون بشكل عام أنتو بتعرفوا يعني كل تسعين بالمية أو تسعين بالمية أو تسعين بالمية موجودين للسويد صار يعرفوا السيستيم تبعهم والنظام تبعهم أنه ما في شيء شطارة يعني كله توفيق وحظ فأنت وحظك وتوفيئك بطلع قرارك فنتقدم قبل بوقت أو بعد بوقت هذا الشيء ما كتير بيلعب دور بتاريخ صدره قرارك في ناس يعني إجاعهم مرفض لأنهم مؤدمين قبل بأسبوع بس وفي ناس أخذوها يعني مؤدمين قبل ست سبع شهور من استكمال الخمس سنوات وبعدين أخذوها يعني فهذا الشيء ما فيني أنا ما فيني يقرره هذا الشيء برجع للهندليجري أو المسؤول اللي هو مسؤول عن القضية هو بيقدر هذا الشيء وهو بيقيم الحالة فلقرار برجع له يعني ما فيه ما لقيت قاعدة قانونية بيستندوا عليها بهذا الشيء وغلا كانت كل الناس قدمت قبل التاريخ وكان صار شوية فوضى يعني مؤمنين هذا الشيء ممكن يأثر على قضايا الناس دانين أو يعمل زحمة عن تلهندليجري ممكن يكون سلبة تجاه قضيتك يعني يلا يا عافيك اخ بلال ويسعد مساك اخي محمد قاسم اخبرتك اللي جاي عن طريق الامم المتحدة بعد ايمة يقدم طبعا بالنسبة للتقديم إذا كنت تحسب المدي من من تاريخ دخولك للبلد دائما اما بالنسبة للامم المتحدة طبعا هذا حسب حسب حالتك إذا كنت لاجئ عادي موظم اللي يأتي عن طريق الامم المتحدة بيقدموا بعد 4 سنين على ما أذكر لكن ما أمتأكد في كل الحالات لكن بالنسبة للأشخاص الذين يضعونهم بخانة بلا وطن فهن يقدموا بعد 4 سنين هذا الشيء أكيد والأشخاص الذين يضعونهم بخانة صفات اللجوء status for clearing اسمها فهذه كمان يقدموا بعد 4 سنوات أما الحماية البديلية يقدموا بعد 5 سنوات السويت حظ فعلا يعني أثبتتها تجارب فالحظ كثير يلعب دور أو التوفيق وفي ناس اللي بوفوهم بياخدوا قرارات قبل ناس بغض نظر انه هني مقدمين بعض والقبل صفات اللجوء يقرموا بعد أصدقاء وصل ماي قال ان اقامت كانت 3 سنوات أعيف ولكن جددت ثلاث سنوات قال نحاقك تقدمها الجنسية اذا صارلك 4 سنوات أخي مصطفى علي أول شرط من شروط الجنسية هو الإقامة الدائمة إذا كانت إقامتك موقتي لا يمكنك تقدم الجنسية للأسف أنا أتمنى أن أخذ الجنسية اليوم قبل البكرة لكن يجب أن يكون هناك إقامة دائمة بدون إقامة دائمة لا يمكنك تقدم الجنسية أخي أنا قدمت على الجنسية من شهر تقريباً وقدمت لأولادي من دون الزوجي لأنها لم تتم المدة سؤالي إذا وقعت على الطلب ولكني نسيت أخلي زوجتي توقع ماذا أمر؟ الآن غالباً هم يبعطون حوالي شهر يبعطون نص الطلب لكي توقعه إذا يبعطونك على البريد ممكن بالأيام القادمة يبعطونك فتوقع مرة ثانية وزوجتك وترجع وتبعطونهم أو تذهب إلى أقرب مركز هجرة وتطلب منهم نسخة من الطلب تعطيهم رقم الطلب وتطلب منهم نسخة وترجع وتوقع عليه وتبعطون الهجرة إذا لم تقوم بالحال تحاول تتواصل مع الهجرة يبعطونك نسخة على البيت حتى توقع زوجتك عليها وإن شاء الله يكون أمورة الحل أخي مهند أخي محمد بإمكانك تروح على الهجرة نفسه وتسألهم هذا السؤال خذ القرار تابعك أو الإقامة تابعك ونسألهم أنه أنت بحق لك تقدم أو بعد قرار إقامتك على الصفحة على بريد الصفحة أنا إن شاء الله بشوف المدد المستحقه حسب حالتك يعني أنت متقدر تقدم أنا لدينا تقديم استقناف للمحكم بعد برفض المقرخون وبإسمي محل ببعث أوراق المحل مع الاستقناف تفيد استقنافه بخصوص أي قضية أخي هل هو جنسية هل هو تقديم إقامة دائمة أو شيء ببعث طريق إذا ما فادت مابطدر هي تقدم الأوراق أخي محمد إسماعيل إذا ما فادت مابطدر عادة أقدم الأوراق نهاف أخي محمد نعم لك كما سألت بالهجرة نفس كلامك صح ولكن إذا كانت تقنطي سياسة ثلاث سنوات هل قدمت أمرتين على تجديد كل ثلاث سنوات تجديد شو راح يتغير في هذا الشيء شكرا لأسف ما راح يتغير لكن أنت حقوق مستمرة بالبلد كشخص مقيم بالبلد حقق العمل من حقق السفر من حقق الحصول على الخدمات الطبية مثلك مثل أي مواطن الفرق بس أنه بشكل عام داخل السويد اللي كلنا بنعرف يعني ما في فرق كبير بين المجنس والمقيم يعني لحد الآن الناس الأخذ الجنسية ما لمسيت كثير الفرق بس اثناء مثلا السفر على بلدان كانت كنا منغاني من صعوبة أنا حد الآن ما حصلت على الجنسية لكن الشخص اللي بعرفهم محصلوا على الجنسية الفرق معهم كان نوعا ما بسيط خلال قدرتهم على السفر لبلدان كان صعب بيسافروا عليها بدون جنسية سويدية لكن غير هيك ما كان في فرق كثير كبير سؤال يتخطي من أطيرات 6 شهر من بعد تاريخ تسجيل القضية أم تاريخ السلامة أنا قدمت أونلاين لا من تاريخ تسجيل القضية تدخل على صفحتك بالبنك اي دي مكتوب يعني الطلب مسجل بحطولك تاريخ معين فأنت من هذا التاريخ بتحصب للاستعجال بالنسبة لطلب الاستعجال في كتير ناس عندهم فكرة خاطئة عنه أنه لازم يقدم بالتاريخ يعني بعد ما يكمل 6 شهر باليوم يعني لازم يحصب 6 شهر ونفس اليوم اللي بطبع في 6 شهر لازم يقدم هذا الكلام غلط أنت بتقدر بعد ما تكمل 6 شهر من تاريخ طلب طلبك للهجرة سواء جنسية أو إقامية أو أي شيء وبدأك تقدم استعجال فأنت معك الفترة بعد 6 شهر لأيلام ما لا نهاية يعني ممكن فيه أشخاص مثلا صاروا سنتين مقدم وكما يعرفونه في استعجال فبيقدر يقدم الاستعجال بوقته ما هو أنه حصرا بعد 6 شهر هو قبل 6 شهر ما بيقدر يقدم لكن بعد 6 شهر فيه أدنى ما بده ما لا علاقة يعني بالضبط يوم اللي بطبع الشهر السادس أول يوم اللي بعده تقدر بعد ما يطبق 6 شهر بأسبوع بأسبوعين بشهر بثنين نفرق نفرق سيطام المشاركة للبص سيطام المشاركة للبص موجودة وزارة الوادي لقد ينفع هذا الشيء سيطام المناسب ينسى أستطيع الإنتظار لا أستناعين لأخر يعني مهند لتأخر يومين أو ثلاثة لا يمكن أن يجب أن يتم التكتب مع تمام الشهر السادس انك تقدم الاستعجال هذا شيء اختياري فانت من بعد ما تكمل ست شهر امتى ما بدك بعد يوم اثنين ثلاثة شهر سنة ما في اي مشكلة يعني مو لازم حصرا بعد ما تطبق الست شهر بالضبط بالتوفيق ان شاء الله شكرا يا حسن حتى فيك يعني مثلا انت لما بتكتب الاستعجال فيك تكتب التاريخ اليوم اللي بعضه مثلا وتبعت لانه بياخد وقته بالبريد يعني بشوفه تاريخ الارسال انت مثلا بعضته بشهر عشرة اثنين على سبيل المسال وكتكتب انه الارسال او توقع عليه بشهر ايدي يعني بتكتب ان انت في فقرة التاريخ بتكتب التاريخ البعض انت مثلا ما بيقص لانه اوتوماتيكي انا او اكيد رح ياخد كذا يوم يعني حتى يوصل لالهجرة العفو احتزارة الوادي اشتركوا في القناة 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 حاولا ان نور اخي محمد ابو كامل اشتركوا في القناة خطابه موجه للشعب السويدي بشكل عام بحيث نحن نكون مستعدين لظروف ممكن تكون أصعب بسبب اتشار فيروس كورونا بالسويد بشكل خاص وبالأوروبا بشكل عام وكمان وجه التحية للعاملين بالقطاع الصحي لجهودهم الجبارة خلال الفترة الماضي وطلب من الشعب تحمل مسؤوليت أو كل شخص يتحمل المسؤوليت وتبع التعليمات الخاصة بالأمور الصحية وحكا أنه ممكن يكون فيه قرارات صعبة الحكومة تتخذها بالأيام القادمة لكن ما حكا شو هي القرارات سأحاول أدخل أنا على الموقع الـ SPT شوف إذا في شيء جديد نعم أخرج من الشعب الأخبار نعم 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 كان صعباً كما قلنا بأن الحياة والصحة والعمل في السويد مهددين حالياً بسبب انتشار الفيروس فهو كان هيا الشعب نفسياً للظروف الصعبة اللي ممكن بتعيشها السويد بالأيام القادمة مثل ما حكيت انه ما فيه اي قرارات جديدة ما فيه اغلاق المدارس المدارس الابتدائي والاداري او المتوسطة ما بسموها هون مستمرة بالدوام بشكل طبيعي بالصناع الاشخاص اللي عندهم اي اعراض او اي مرض فلازم يضلوا بالبيت وكان عارض بسيط جداً فالاخضر انه احترازي انه يبقوا بالبيت حفاظنا على صحتهم وصحت غيرهم تقريباً حكينا عن كل شيء جميل قاضي منحسن نتبر كلام تمهيد لهي القرارات اللي من اغلاق المدارس الابتدائي ورود الاطفال طبعاً كل شيء وارد اخي جميل طبعاً السويد او حتى نحنا كعاملين بالقطاع التعليم مستعدين لهذا الشيء طبعاً مثل ما حكيت انا بالبس اللي برجع بشوفه من الاول انه المدارس حتى لو كان في قرار باغلاق المدارس في المدارس ما رح تغلق بشكل كامل لانه فيه ابناء الاشخاص اللي عاملين بالقطاع الصحي ما بنقدر نحنا نخليهم بالبيت ولا حيتطرقوا هاليوم كمان يعطوا عن العمل لرعاية اطفاله فهذا الشيء رح يصير رح يسبب فوضى بالقطاع الصحي بشكل عام ففيه الى معينة يعني فيه حوالي 12 مهنة ابناء هم ابناء هدول الموظفين بهدول المهن 12 او المجالات 12 يعني مو 12 مهنة او 12 مجال العمل ابناء هم رح يضل لهم الحق بالدوام بالمدرسة والتعليم ضمن المدرسة خلال اوقات الدوام حتى لو كان فيه اغلاق للمدارس من ضمن هذه المجالات العمل ابناء العاملين بالقطاع الصحي ابناء العاملين بالقطاع الامن البوليس قطاع الطاقة والكهرباء قطاع المواصلات كتير يعني من القطاعات الحيوية بالبلد يعني اللي ما منقدر ما بتدر البلد انه تكمل حياتها طبيعية بدون هدول الاشخاص فابناء هذه الطبقة من الموظفين رح يستمروا بالدوام بالمدرسة وبالتالي نحنا كعاملين بالقطاع التعليمي رح نستمر عمرنا رح يكون مستمر كما هو معتاد ما بعف اذا ممكن يكون في تقصير ساعات عمل او لا هذا الشيء غير واضح حد الان طبعا لوفين حكى انه الحكومة رح تحاول تصعب يخدر الامكان للشركات اللي عم تتأثر او رح تتأثر بتدعيات اتشار الفيروس على مواقع الأخبار ما في مفشي جديد مفشي جديد نحن نحن اذا هذا يقوم بكل مفشي جديد كما يصبح الظهور مفشي جديد طبعا الوضع بالصيد لا يخرج عن السيطرة ولا انه اعداد المصابين عم تزداد لكن الوضع الآن يعني نوعا ما تحت السيطرة مو بشكل محدود لكن مقارنة بالبلدان الاوروبي الثاني مثل المانيا او فرنسا او ايطاليا او اسبانيا يعني السويد الحال فيها نوعا ما افضل من هاي الدول انا برأي غلط المقارنة يعني بين تعامل السويد مع الازمة والدول الثانية لانه الحكومي قرارها ما انه قرار سياسي يعني هني الحكومي عم تسمع التوجيهات الهيئات المختصة سواء الهيئة الصحة او مجلس الشؤون الاجتماعي السوشيال ستوري لسين جميل اخي جميل شو توقعاتك بالنسبة للهجرة الحكومة هناك تأثيرها طبيعية تعمل في حالتها متخاذ القرارات الجديدة هلا بالوضع الحالي متما حكيت انا تأثير طفيف بالنسبة للعمل الهجرة تأثير الهجرة عم تشتغل كالمعتاد الهجرة مستمرة حتى باستقبال اللاجئين الجدد اللي عم يجو فيه تبصيم وفيه كل شيء مستمر باتخاذ قرارات سواء تمديد اقامي او سواء جنسيات او لمشمل كل موجود تراجع موقع مصلحة هجرة والاحصاءات الموجودة فيه قرارات جديدة والعمل كالمعتاد لكن بالمستقبل القريب ما منعرف شو ممكن يكون تداعيات هاي الحالي طبعا اكيد بما انه الهجرة هي مصلحة من او هيئة حكومية موجودة بالسويد والسويد بشكلها ما متأثر فاكيد ممكن هذا الشيء يأثر على عمل الهجرة بشكله باخر فبالتالي لحد الان ما فينا او من المبكر متما حكيت الهجرة من المبكر حاليا من كلاما انه انتشار الفيروس رح يأثر على ما لا عملها او لا محمد ابو كامل اخسروا المهم هلا اذا الشخص قدم على الجنسية على اربع سنوات ونص يمشي حاله الا شرط الخمس سنوات هلما باختبار التقديم تمت موافقة فشو الصحيح بهالحالي هلا هو ممنوع التقديم قبل قبل فترة الاستكمال المدة الخمس سنوات ممنوع قانوني انت بيك تقدم امتى ما بدك لكن هلا هذا الشيء رح يفيدك او لا هو هون الفكرة هذا الشيء ممكن يكون سلبي بعد انت زار فترة طويلة الهاندريجاري او الموظف المسؤول عن ملفك القرر ان انت قدمت قبل البوات ويعطيك رفض فانت صعب تطرد عليه حتى لو كملت المدة كون انت مقدم قبل فترة اللي لازم تقدم فيها فهذا الشيء نسبة في ناس قدمت قبل البوات واختت الجنسية بعد استكمال المدة فهذا الشيء يقدم اربع سنين ونصف وبعض ما كمل خمس سنين بشهرين او ثلاثة وقدم استعجال واستئناف والاجراعات هذه الروتينية حصل على الجنسي فيه ناس صار ما هيك وفيه ناس لا فيه ناس قدمت قبل باسبوع قبل بشهر وبعض ما بعد التزار طويل اجاهم رفض رجعوا وقدموا من جديد فهذا انا بالنسبة اليه الافضل انه الوحد يستكمل المدة اخي جراح نصرت عيد التحيات اليك اول شيء تم المتابين نشطين عندي بالصفحة ما حكي شيء جديد رئيس الوزراء السويدي لكنه كان خطاب عام للسويديين انه كل شخص يتحمل مسؤوليات ويتبع التعليمات ما يكون فيه رحلات كثير حاول البقاء في البيت قدر الامكان اتباع التعليمات كل شخص يتحمل مسؤوليات بحيث لا ينقل العدوى لشخص بحال تم اصابته وكان جزء من تحضير نفسه للشعب السويدي للشهر القادم يمكن تكون اصعب من الوضع الحالي ايام الشهر الجاي يمكن يكون اصعب كثير من الشهر الحالي هذا الشيء يعتمد على مدى استمرار انتشار العدوى ومدى عدد الاصابات وعدد الضحايا طبعا الآن الضحايا باعداد 23 شخص باعمار مسنة بشكل كبير 85 سنة 90 سنة لكن ما زالك مثل ما حكيت قبل شوي ان هؤلاء الاشخاص هؤلاء جزء من المجتمع سواء كان لو كان عمره 100 سنة هو اكيد قريب لشخص في عنده عائلة في عنده اولاد في عنده احفاد فاااااااااا يعني هدا الشيء رح يؤثر بشكل عام عن المجتمع طبعا اصحاب الناس النظرية اللي بتقولون ان سويدة او اوروبا بشكل عام بتتخلص من الناس كبار السن هذه نظارية خاطئة جدا 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 من وجهة نظر أن هذا رأي خاطئ جداً لأن التكاليف التي تكلفتها للحكومة بفترة الماضية والخسارة التي خصلتها بشكل عام هي أكبر من كثير من المصروفات التي تعطيها حكومة لهاي الفئة من الشعب التي هي فئة كبار السن فهذه نظرية خاطئة أنا ضفت على عنوان الهجرة عندما بعض طلب الاستجارة عبارة قسم الجنسيات في مشكلة بالإضافة بالله ما أنا متأكد إذا في مشكلة أو لا إذا كانوا عنوان مختلفين ممكن يكون مشكلة لكن بكل أحوال أنت أحاول إبعاد إيميل للهجرة أسألهم إذا الطلب يكوصلهم أو لا حمز الخليل الله يعافيك أعتقد أنه حكيت كل شي جديد وجاوبت عن بعض الأسئلة وأحاول أحاول أصبار الجاي على حسب وقتي وأحاول كل فترة أنه أكون معكم ببس مباشرة جديد وأحاول أجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة وأنت دائما طبعا أنا أحاول أنه يكون جوابي سريع وقد أعرفني عن الصفحة يحاول بقدر الممكن أن يجاوب بنافس الوقت بحسب ظروفها طبعا لكن بأوقات العمل صعب أنه يجاوب أحاول 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 أحمد أبو كامل أنا أشتغل براعي الكبار السنون العمل مستمر وأنه يصبح أحاول أجر الله أعلم بالتوفيق أخي محمد ويعطيك العافية والله يحميك يا رب ويحميكم جميعا شكرا أخي حسن انتبوا على حالكم منيح وإن شاء الله أتمنى لكم السلامة دائما وإن شاء الله تزيل هذه الغمية عننا جميعا وترجع الحياة الطبيعية وإن شاء الله أكون خفيف ظل عليكم يعني ما تقل دم شوي وممكن أن نجاوب على الأسئلة أو التعليقات اللي ما شفتها بوقت لاحق إن شاء الله وإن شاء الله نشوفكم بخير تصبع على خير السلام